اشتركوا في القناة حاجات بسيطة كده وان شاء الله تبقى خير عليك بازن الله تعال مع بعضينا نفهم الاول يعني ايه كلمة حياة سياسية السياسة هي نظام الحكم نظام الحكم والسلطات المختلفة فين؟ في المجتمع يبقى كلمة سياسة نظام الحكم والسلطات المختلفة في المجتمع طبعا لازمتها ايه؟ بيبقى ما بينها علاقة بتربط ما بين الحاكم وافراد المجتمع تمام كده؟ تبقى احفاظ ضدية عشان دية بيجيلك على هيئة ما المقصود بالحياة السياسية تعال ناخد حاجة تانية كده وقبل ما نخش في درسنا لازم تعرف فاكر كلمة حضارة يعني ايه؟ حضارة هي كل ما انتجها عقل الانسان تمام؟ طيب حضارتك بنقول الحضارة الفرعونية الحضارة الفرعونية طب بص يا ابني عشان يبقى في حضارة فرعونية لازم كان يبقى في عوامل ساعدت على قيام الحضارة ديت زي ايه؟ ركز معي اول حاجة نهر النيل طبعا حضرتك عارف ان كان المصر القديم عايش فوق الهضاب كانت حياته غير مستقرة فلما نزل عند نهر النيل معايا بسبب حلول الجفاف على الهضاب نزل عند نهر النيل فبدأ يعرف حاجة اسمها الايه؟ الزراعة والزراعة ساعدته على الاستقرار ومن هنا بدأت الايه؟ الحضارة هل نهر النيل بس هو العامل الرئيسي لكيام الحضارة؟ لا في حاجات تانية اتنين الموقع الجغرافي تلاتة مناخ مصر المعتدل اربعة وفرة الموارد الايه؟ الطبيعية خامس حاجة ان انت تكون محبا لوطنك سواء الانتماء والولاء تعالا بقى ان نخش في درسنا النهاردة وهو الحياة السياسية عناصر الحكم في مصر الفرعونية يطرى ايام الفرعونة المصرية القديمة الدولة المصرية القديمة كان عناصر الحكم بيتكون من ايه؟ ركز معايا كده اول حاجة الفرعون اول حاجة الفرعون اتنين الوزير تالت حاجة حكام الاقاليم رابع حاجة حاجة اسمها الادارة المركزية والمصالح الحكمية طيب اول حاجة نتكلم عنها هنا الفرعون الفرعون اللي هو الملك الملك هو الفرعون كان بيطلق عليه الملك زمان او الفرعون بيقول عليه انت الملك المقدس صاحب النفوذ المطلق طب ليه؟ بما تفسر كان يطلق على الفرعون الملك المقدس صاحب النفوذ المطلق يا ترى ايه السبب؟ لان كان بيجمع في يده كل السلطات الدينية والدنياوية اللي بتمكنه من القيام بوظائف كتيرة جدا معايا يبقى هنا اوعى تنسى الفرعون ليه كانوا بيلقبوه بالملك المقدس؟ لان كان يجمع في يده جميع السلطات الدينية والدنياوية طيب خد بالك ان الفرعون كان يعتبر رمزه وحدة البلاد رمز ايه؟ وحدة البلاد عشان في يده كل السلطات الدينية والدنياوية طيب ايه مهام الفرعون؟ يا ترى ليه وظيفة الفرعون؟ ولا هو بقى سلطات دينية ودنياوية؟ لا حاسب الفرعون يا حبيبي ليه وظيفة مهمة جدا ايه وظيفة الفرعون؟ ركز معايا واحد ان هو قيادة الجيش للدفاع عن البلاد اتنين اقامة العدل بين الناس تلاتة ان هو يوفر حياة كريمة لشعبه دي كانت من مهام الفرعون بدأت مهام الفرعون تزيد ومسئولياته تزيد على الفرعون فقعد يفكر انا مش هقدر ادير شؤون البلاد لوحدي فاضطر ان هو يعين الوزير يبقى هنا بقى الوزير وركز قوي تاني منصب من عناصر الحكم يعتبر الوزير هنا بيقولك ليه؟ ليه ظهر منصب الوزير في مصر الفرعونية؟ واحد عشان زادت المسئوليات على الفرعون اتنين عشان يساعد الفرعون في ادارة شؤون البلاد وخد بالك ان الوزير كان بيرأس الايه؟ الادارة المركزية اتفقنا؟ طيب دلوقتي يا ابني الوزير بقى ليه منصب جمد قوي فلازم عشان يتعين ويتم تعينه لازم الفرعون مش هيختار اي حد كده يمسكه المنصب ده الفرعون قالك انه لازم المنصب ده يمسكه لا اما احد ابنائي او ابناء الاسرة كمعايا او من احد افراد الاسرة طيب ولازم يكون ليه شروط او سمات اختيار الوزير ايه سماته او ايه شروطه؟ اصحى معايا وركز معايا بنتي ركز معايا العدل يكون عادي للوزير الحكمة العدل الخلق الطيب الخبرة الواسعة لازم يبقى عنده السمات دي عشان يتم اختياره كايه؟ كوزير اتفقنا؟ في مشكلة كده؟ طيب لو تفتكر مين كان التالت؟ اه حكام الاقليم حاكم الاقليم قديما دلوقتي اسمه المحافظ وخد بالك ان قبل يا ابني ما يبقى فيه وحدة في البلاد مصري كانت عارفة حاجة اسمها نظام الادارة المحلية يبقى السؤال ده مهم اول ودايما بيجي لك في شغل صح وخطأ عارف اكمل نظام الادارة المحلية بعد تحقيق الوحدة قوله غلط ليه؟ لان قبل الوحدة كان فيه حاجة اسمه حاكم الاقليم فمعنى كده ان مصري كانت عارفة حاجة اسمها نظام الادارة المحلية اتفقنا؟ بعد الوحدة بقى بقى فيه حاجة اسمها الادارة المركزية ماشي؟ طيب حكام الاقليم هنا بعد الوحدة وتحقيق الوحدة مين اللي بقى يعينهم؟ الفرغون تمام؟ طيب ايه مهامه؟ ايه هو وظيفة حاكم الاقليم؟ هل ليه وظيفة حاكم الاقليم؟ طبعا طبعا امه ليه؟ وخد بالك منهم قوي هيقولك مهام حاكم الاقليم يعني ايه هو وظيفة حاكم الاقليم؟ واحد حفظ الامن اتنين حفرة ترع تلاتة تخزين الغلال في مشكلة كده؟ تعالا بقى نشوف الاخر حاجة الادارة المركزية والمصالح الحكمية ولو تفتكر انا قلتلك مين اللي الرئيسي الادارة المركزية؟ هل حكام الاقليم؟ لا امه المين؟ خد بالك الوزير الادارة المركزية هنا لازمتها ان هي بتساعد الوزير بتساعد الوزير في ادارة شؤون البلاد تمام؟ والوزير بيساعد مين؟ بيساعد الفرق اول حاجة هنتكلم عنها اللي هي ادارة الوصائق الملكية وركز معايا شوية الوصائق الملكية دي بتختص بالاوامر الاوامر الملكية طيب بتختص بايه؟ بتعيين الوزراء وكبار الموظفين هيقولك اكتبوا ما تشير اليه هذه العبارة ويقولك ادارة تختص بالاوامر والمراسيم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء وكبار الموظفين دي اسمها ايه؟ هتروح ايه لي ادارة الوصائق الايه؟ الملكية تاني حاجة وهي ادارة النسخ والمحفوظات من اسمها كده محفوظات يبقى مهمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ بتختص بايه؟ ادارة المحفوظات حفظ الوصائق والمخطوطات الايه؟ الاصلية خفظ ركز معايا حفظ الوصائق الايه؟ الملكية والمخطوطات الاصلية تعالا بقى يده يعتبر الادارتين هما لدولة اللي صعبين شوية بص بعد كده الادارات اللي جاية زي ادارة مثلا الحقول من وجهة نظرة هتهتم بايه؟ بالزراعة يبقى هتهتم بشؤون الزراعة اللي هي الري والايه؟ والمحاصيل وبعد كده ادارة بقى الخزانة وديت طبعا بتهتم بالايه؟ بالموارد المالية للدولة ماشي؟ طيب ادارة القضاء من وجهة نظرك ادارة القضاء هتشرف على ايه؟ هتشرف على المحاكم التي تحكم بين الناس وخد بالك ان كان بيعمل في الادارات دي العديد من الكتاب عدد من الكتاب ناس كتبه زي الكاتب المصري الكاتب المصري كان ليه ما كانت احترامه وتقدير كبيرة جدا ليه؟ لان كان بيتم اختياره من بين الايه؟ من بين المتع علمين الجيش الجيش في مصر القديمة ركز معايا قوي ان اهتم المصريين القدماء بالجيش تا معايا؟ طيب خليك معايا كده وركز معايا لم يكن المصريين القدماء بعد حرب ابدا طب ليه؟ ايه السبب؟ ان احنا شعب اساسا بنفضل الحياة الهادئة بنفضل الايه؟ الحياة الهادئة وفي نفس الوقت الحمد لله ربنا رزقنا بموارد كتيرة جدا ما تخلناش نلجأ الى الحروب تخلناش نلجأ الى الحروب تاني حاجة مهمة اوي اركز فيها معلش نشأ اول جيش نظامي في عصر الدولة الحديثة كان اول جيش منظم فانهي عصر دولة في الدولة الحديثة طب ليه؟ عشان نواجه المعتادين على البلاد وندافع عن بلادنا ونحميها تمام؟ طيب ايه هي الاسلحة اللي كان بيستخدمها المصريون القدماء في الجيش؟ عندها تحاجة اسمها ركز ها تمام والدروع والخناجر والاقواص والعجلات الايه؟ الحربية لازم تبقى مركز اوه في الحاجات ديت عشان بيجي لك هيقولك على شكل فقرة كده هيقولك وضح اسلحة المصريين القدماء في الجيش ايه هي الاسلحة اللي كان بيستخدمها المصر القديم في الجيش؟ لازم تبقى حافظهم طيب كان للمصريين القدماء العديد من الابتقارات في تنظيم الجيش؟ طبعا طبعا ايه؟ ادي لي دليل يا مستر على الكلام ده؟ حاضر واحد قسموا الجيش الى قلب وجناحي واخترع حرب المفاجأة طب يا طرى مين اللي عامل كده من الملوك؟ تفتكر؟ تفتكر مين اللي عامل الحاجة ديت؟ اه الملك تحطمس الايه؟ الثالث طيب اقام القلاع والحصوم كل دي حاجات احنا اللي ابتكرناها ابتكرناها في الجيش تالت حاجة البسوا ملابس قصيرة عشان يبقى سهل عليهم الحركة اثناء القتال وبعد كده اهتم المصريين القدماء انه هم يعملوا اسطول وكلمة اسطول يعني ايه؟ عدد من السفن لازمته ايه؟ الدفاع عن السواحل مصر ومواع نئها وبكده الحمد لله امتهينا من درسنا ولنا لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته